الجوكر واحد كان نفسه يطلع ممثل كوميدي يسعد الناس ويبسطهم ويفرفشهم ويرسم البسمة على وشوشهم ويسعدهم لكن المجتمعه رفضوا مش بس رفضوا ده سلب حقه في الحياة وعتاد عليه وداس عليه لغاية محوله الوحش والوحش ده لما قام يثور في وشوشهم كلهم بصلوا الوحش باستغراب كده وقالوا ايه اللي ده بالوحش ده هنا وايه اللي خلاه وحش غريبة الموضوع ده مش بفكركم بحاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايب قلبي اهلا بكم في الحقيقة انا ما شفتش الفيلم بتاع الجوكر انا قريت الريفيوز اللي عليه وفهمت ان دي واحدة من افكار الفيلم ان الفيلم دي افكار كتير ولكن دي واحدة من افكار الفيلم المهمة اللي بيدور عليها وحسنت او ان هي شبه طريق التعامل المجتمع العالمي مع المسلمين في اماكن كتير وبلاد كتير من اللي محتلها مستعمر جبال نظام المسلمين في فلسطين والعراق والميانمار وكشمير وتركستان الشرقية وغيرها وغيرها بيجي مستعمر ومستعمر دي جاي من اعمار دي حتى كلمة جميلة ده مستخرد ظالم يجي المستخرد ده يخرب بلادهم وياخد حقوقهم في الحياة ويسلب خيرات بلادهم وبعد كده لما الناس دي تبدأ تثور عليه وتبدأ تقاوم هذا الظلم تلاقي الناس تسأل تقول هو إيه اللي جاب الوحش دهينه وإيه اللي بقى وحش صحيح لا يا رجل مالوش حق لا ده ليه حق وقال فحق ورد فعل المجتمع العالمي اللي ضد الإسلام بشكل ما هو شيء منطقي اللي مش منطقي الردود أفعلنا يا إحنا كمسلمين يا إما إحنا مش عايشين المشكلة أصلا ومش فاهمين هي إيه ولا عبارة عن إيه ولا حاولنا نقرأ حواليها ولا نفهم جاية منين وإحنا مكبرين دماغنا تماما أو إحنا كمان بنبص مع المجتمع العالمي ونقول هما ليه بقوا وحوش صحيح مش مفروض يبقوا مؤدبين كده وحلوين ويموتوا هم سكتين كده وده مش رد الفعل المفروض إحنا نعمله كمسلمين إحنا كمسلمين مفروض إحنا كمان نتحاول لجواكر على فكرة بس زكر كده من نوع معين مختلف عن الزكر الأناركي اللي لا زكر صايع كده بيخطط الأول حاجة لازم نفهمها إنه ربنا قال كده و تلك الأيام و نداولها بين الناس يعني ربنا قال إن الأيام دي هتتشل و تتحط و هتبقى النهاردة مع ده و بكرة مع ده ولذلك نفهم إنه إحنا كمسلمين كنا موجودين في اللعبة العالمية لغات و رايب قوي يعني إحنا 1300 سنة دولة لنا لازمة يعني و موجودين و لنا صوت و مسموعين و لعيب مهم في العالم لغاية يعني 1900 و حاجة ريبة كده يعني كان لسه في دولة خلافة الدولة خلافة العثمانية تختلف معها وتتفق معها لكن كنا لعيب موجود في العالم له لازمة و ليه صوت فالمسلمين اللي يقولوا لا أصلا إحنا عطول مددسين إحنا في آخر مثلا حبة كده لكن باقي الوقت كنا موجودين و لينا لازمة و حاجة كمان نفهمها إنه الصراع العسكري من زمان قوي من قبل أصلا الإسلام والصراع العسكري والفكري والفكري أخطر دلوقتي موجود و هيفضل موجود و هتشارك في اللعبة يتبقى برا اللعبة و اللعبة بتتلعب قصب نعم يعني دي فكرة الغذوات أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما طلع الإسلام كان فيه فورس و روم والفورس و الروم بيتخانقوا على العالم كله فهنبلعك هنبلعك فيتطلع تبقى لعيب و ليك وزن في اللعبة يحنبلعك عادي جدا و أنت مش موجود وتوز فيك أصلا فإحنا كمسلمين لازم نفهم إن اللعبة دي بالدور ولازم نشارك فيها بس نشارك فيها إزاي هو ده المهم فكرة الصغينا دي فيها الصيارة بنتلازينة كده و الاجتماع ديهم بقيادة ثيودور هرتزل و قرروا قيام الدولة الاسرائيلية لغاية 1917 مفيش حاجة هم بيحاولوا كل ده فشل 1917 خدوا وعد بلفر 1942 خدوا فلسطين شوفوا كم سنة فيش استعجال إحنا كمال مفروض ما يبقاشش فيه استعجال فيش شغل إحنا بنشتغل ومش مهم إحنا نشوف النتيجة دي ولكن إنه المسلمين يصلوا لهذه النتيجة في يوم للأيام نعمل إيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشكوا أن تتداعى عليكم الأمم هديك دهجم عليكم الأمم كلها وتقول لكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها كأننا طبق كده أكل يجوا وقعدوا أكلوا فينا ففي واحد من صحابة قال أو من قلة نحن يوم إذن يا رسول الله هنبقى أولايلين قال لا بل كثير ولكنكم كغثاء السيل لما مطرة تنزل كده وتشيل شوات بقى ورق الشجر وكياس الشبسي وشوات الزبد اللي بيبقى على وش المطر ده إحنا كده كمسلمين هو ده إحنا وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم وَلَاَنْزِعَنَّا اللَّهُ الْمَهَابَةَ من صدور عدوكم العدو زمان كان بيخافنا بيخاف من إنا كمسلمين لقد ما يخافش ليه بقى ما يخافش هنفه وَلَاَقْذِفَنَّا اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ في قلوبنا احنا يبقى في ضعف قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا تحب الدنيا وكراهيات الموت نظل بنا على سيدنا محمد ونفهم يبقى دير رشدة بس لو فهمناها واشتغلنا عليها الدنيا تبقى زالفول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا هيجوا يأكلونا عشان احنا كغثاء سيل فالحل ما نبقاش غثاء سيل ما نبقاش غثاء سيل ازاي ربنا سبحانه تعالى جعل للدنيا قواعد القاعدة دي يمشي عليها كافر يمشي عليها مسلم هيكسب يعني ايا كان بقى يعني الاخرة الاسلام هو اللي بتقبل فيها وتخش الجنة هناك لكن الدنيا هنا اللعبة اللي هيمشي على القواعد هيكسب مسلم وكافر الواحد بيعوم والتاني ما بيعومش الكافر هو اللي بيعوم هو اللي هينجو والمسلم ما بيعرفش يعم عادي جدا ممكن يغرق طبيعي وما فيش مشكلة فده اللي حاصل احنا لدين ولا دنيا احنا كم مسلمين لدين ولا دنيا يعني حتى لو بنيجي نقلد امريكا اللي بنقلد غرب اللي بنقلد هشحفيه بنقلده بناخد منه فكريا اسوأ اشياء رأس قلع علاقات غلط ناخد اي حاجة منيلة منيلة لكن ما ناخدش مثلا العلم ده انا بتقالي اللي بتفرج على الدحية ده افكر نفسه مفروض يقدم على نوبل يا جدعان انا بتفرج على الدحية حايز نوبل يا جدعان فالمفروض انه مين من المسلمين وهنا انا بكلم اي حد انا بكلم معي اللي عنده سبع سنين بيسمعني دلوقتي وهتقرر دل عدين فيش مشكلة هتقرر انه يبدأ يركز في العلوم انه يبدأ يخرج من وسطينا ناس تاخد جواز وناس تقدم افكار مهمة الافكار دي تؤثر عالميا تؤثر عالميا علينا احنا كمسلم انها ترفع من شأننا وتحطنا في مصاف الدول دي اهتمامنا بفكرة الغذاء والتسليح والحاجات دي مين اللي بيجيب لنا احنا لسه بنستورده ازاي نوصل ان احنا اللي بنعمله ازاي نوصل ان احنا اقوية عسكريا مش منهم مننا من انفسنا وتاني جماعة الكلام ده ممكن يكون بتفرج عليه واحد دلوقتي صغير جدا مفيش في ايده اي حاجة لكن هو اللي يقدر يعمل كل انا بقوله ازاي ان احنا فكريين نبدأ احنا اللي نأثر عليهم مش يأثروا علينا احنا جماعة بنتأثر بسهولة جدا احنا ناخد منهم ايه نرقص على التك توك ونقلع ونرسم مع فريد في الهلوين ونحتفل بالكريسمس ومش عافية هما ما يسمعوش عن اعيادنا وما بيتأثروش بافكارنا خدوا التأثر الفكري ده ضعف يعني دولة الاسلام عموما غين على بماغنا فبنعمل ايه نتأثر بقى اي افكار جاي منهم هما بقى بيتأثروا بافكار مننا لازم ننشئ افكار يتأثروا بيها مننا وتبقى افكار جايه من دينا احنا هما يبدأوا ياخدوها ويعملوها ولو لم يكونوا مسلمين يغلغي جواه من فكر الاسلام مين يعمل ده و ازاي؟ فكرونتم انا معنديش حلول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال ان احنا لو عملنا كده هنبدأ نكسابهم ونبقاش كغتاء السيل نرجع لدينا وده اهم حاجة في الدنيا اهم حاجة في ان تتعلق بامري اللي هو امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى دينك اهم حاجة لان دينك هو فكرتك ان ان تبقى متشبع بالدين وبامر ربنا وامر النبي وده اهم حاجة في الدنيا لازم تعملها حكومات ودول ومش عارفين مش في ايدينا الكلام ده لكن في ايدي انا وانت ان احنا نتأثر بدا ونبدأ نعمل بيه واحد ممكن يغير هنبقى فهمين ده احنا محتاجين نؤثر فيه محتاجين نبدأ نسيب حب الدنيا وشهوتها والحاجات اللي موجودة فيها ونبدأ نركز في فكرة انه هنستفيد من حياتنا دي ازاي الى ان نموت احنا مش كاردين نموت ومش فارق معاين لكن انا هنعيش الدنيا دي نطيع امر ربنا سبحانه وتعالى ونطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم وبنعلم من قيمة الاسلام وبنختارع وبنذاكر وبنكتهد وبطلع من علماء في الدين والدنيا ونؤثر في العالم فكريا نبدأ نحريبهم بالطريقة دي ونبني في ولادنا المعاني دي ولادنا يبدأوا يعرفوا ايه فلسطين ايه العراق ايه تركستان الشرقية ايه ميالنار ايه كاشمير ايه اليمن ايه قصصهم ايه حوادته ليه بقوا كده وازاي نقف في وجه ده مش ولادنا تقولهم مثلا مسجد الاقصى فين يقول لك الله معرف ايه الاقصى ده فين في شيرتون فين فنحي في ابناءنا الفكرة دي حتى لو احنا معاش نهاش ولادنا يعيشوها مش ولادنا يبقى قاعدين مش عارفين ايه الي بيجرى ده لازم يعرفونه فمرة تانية ان لم نؤثر فكريا ونرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى وان لم نشارك في اللعبة اللعبة هتتلاعب علينا شئنا ام ابينا فهو ده الجوكر اللي مفروض نكونه زوكر ذاكي ومخطط ومعندوش استعجال للوقت الفيديو ده على فكرة غير منظم ده تداعي افكار نجد السلام على الوقت الاخر شكرا ليك واللي زهق وقف الولاي امك وطلعت اللي في قلبي وهبقى النوع دي من الفيديوهات هكرره تاني عشان انا نفس اتكلم في الحاجات دي بحبوكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابع شتاك في الساعة تلقي كل الفيديوهات والسلام عليكم اشتركوا في القناة